اشتركوا في القناة الخامس والسادس من الوحدة الرابعة لو كان فاتك بقى اي درس من الدروس السابقة وعاوش شرحها نزل في الوصف اسفل الفيديو اللي بتشوه دلوقتي هتلاقي نستبلغ تلت قوام تشغيل قائمة هتلاقي عليها شرح المنهج وقائمة تشغيل عليها حل اسئل الكتاب المعاصر نسخة هذا العام وكزلك قوام التشغيل عليها حل كتاب جيم برضو نسخة الفين اتنين وعشرين فهلا بنا كده نبدأ فيديو النهاردة وفي البداية هعرفك الفيديو هيكون في ايه النهاردة هقرأ لك الكلمات وهشرح لك وهنقرأ مع بعض الدروس وهشرح لك الحاجات اللي فيها وهناخد النهاردة بقى ازاي ادي حاجة اسمها تعليمات وتوجهات واوامر ازاي ادي امر الواحد سواء امر مزبط او امر منفي كل ده هيكون محتوى فيديو النهاردة فتابعنا للاخر عشان تستفيد هنبدأ كده الاول بقراءة الكلمات الاساسية وافكرك ما تنساش لعجبك الفيديو واستفدت منه تدعمنا باللايك والتعليق والشير وهنا معناها مشروب رغم ان احنا ممكن نستخدمها كفعل بمعنى يشرب يبقى استخدمها ممكن يبقى اسم او فعل اسم تبقى مشروب فعل تبقى يشرب بعد كده الكلمة اللي جاء ديت عشان ننطقها صح ننطق الاو زي الصوت بتاع الاي في كلمة جيرل شو انت بتنطق جيرل جيرل فهنا برضو هولا ويلد 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 لكن مش من الصح ان احنا نقولها وارلد لان انت لما بتقولها بالشكل ده انت بتحط هنا صوت بتحط هنا ايه يبقى ثاني انت طاقة زي كلمة جيرل اقولها ويلد 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 وديت من اصعب الكلمات في الانجلش في نطقها نشوف اللي بعد كده فونت 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 وده الخط وهنا كلمة color لوحدها معناها لون وتنفع كمال بمعنى يلون لكن لما تحط لها F U L ال F U L هنا بتحول الكلمة للصفة colorful معناها ملون حاجة فيها ألوان كتير لمعناها شاع أو محبوب أو مشهور وده معناها تعليمات أو توجهات وده معناها عنوان لكن مش عنوان فرعي كلمة hidden اللي هو العنوان اللي انت بتحطه في نص الصفحة وانت بتكتب مثلا موضوع مثلا أو حاجة سواء كان paragraph أو مقالة أو أي حاجة لكن إن علوان الفرعي العنوان الفرعي انت بتحط قبله كلمة sub كلمة sub دي نحط قبله أي حاجة معناها فرعي sub hidden sub hidden sub hidden ده اللي عنوان الفرعي طيب بعد كده poster 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 وهنا poster اللي هو الملصقات اللي هو بيكون ورقة كده وما اكتبهاش حياته بلزقها مسا على الحياتة زي ما بيقوله يعني poster 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 اللي هو ملصق أو ملصق إعلاني بعد كده boil 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 وهنا boil يعني يغلي طبعا فعل منتظم بتحطه الإيدي يبقى boiled بعد كده drop drop وهنا drop معناها يسقط أو يلقي drop drop طبعا الكلمة ديت لما تيجي تحطلها أو تتحولها للماضي الفعل ده بتقرر البي وتحط إيدي ولكن البي اللي هي بي فور بن بتخلي دي تتنطق ته فمن الصح ان احنا عشان ننتقها بي ال ايدي هننتقها كده dropped 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 بعد كده cattle 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 اللي هي الغلاية بعد كده انت بعد ما بتكتب الرسالة لصديقك مسا على الواتساب مسا أو حاجة بتضغط على حاجة اسمها ارسال كلمة ارسال انت بتضغط عليها دي سواء كانت بالعربي ارسال أو بالانجلش send دي بنقول عليها send icon send icon send icon اللي هي ايكونة الارسال اللي بتضغط عليها عشان تبعت الرسالة send icon بعد كده قلنا العنوان الفرعي بنقول عليه sub hidden sub hidden sub hidden طيب بعد كده كلمة السر نقولها password 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 وكلمة الكلمة دي نفسها محدش يقولها word اوكي هي مش word هي word 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 يبقى password 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 اللي هي كلمة السر الكلمات بقى الااضافية طبعا الكلمات اللي احنا خرعونات ديت هي الكلمات اللي بتبقى مهمة جدا جدا لكن الكلمات اللي جايدي برضو ما تقلش مهمة عنها يعني مش معانا كده ان دي مش مهمة لا هي مهمة برضو لكن اللي فوق بتبقى هي محط الاسئلة او اللي بتيجي في معظم الاسئلة نشوف الكلمات الاضافية برضو اللي مهمة برضو معنا sugar 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 وكلمة sugar هنا اللي هي السكر sugar خدت بالك من النقط الاس واليو زي كلمة sure اللي هي معناها بالتأكيد sugar بعد كده imperative 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 وهنا imperative صغط الامر اللي احنا هنشرحها في اخر الفيديو بعد كده message icon message icon message icon message icon هيكونة الرسائل without 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 ودي معناها بدون without كلمة without بيجي بعدها يا اما اسم يا اما فعل في ing دي كلمة without اللي معناها بدون نجي بعد كده ل lesson 6 secret وكلمة secret بقولي انت ممكن تستخدمها كصفة حاجة سرية يا تستخدمها كاسم معنى السر نفسه secret secret personal 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 يعني حاجة شخصية tea bag tea bag tea bag اللي هو كس الشاي tea bag وارد 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 اللي هو الان الكلام والجدول اللي معنا بعد كده جدول الافعال طبعا افعال غير منتظمة اللي انت بتحفظ صرفاتها ما تحطش فيها لا دي ولا ايه دي لان الافعال المنتظمة دي بيجيبها لي في الجداول اللي فوق اللي احنا خرقناها اول فعل معانا send sent sent يبقى الاختلاف في الدي send sent sent keep kept 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 keep kept kept واخر جدول في الصفحة اللي معانا ديت هي جدول الديفينيشنز التعريفات قدامنا التعريفين بس اللي هي كلمة boil وكتل فخلينا كده في كلمة boil الاول يعني boil يعني ايه يغلي بقول لي if you boil water لو انت غليت المية اللي بيحصل في المية بقول لي is it it is very hot it is very hot بتكون سخنة وانا hot معاناها سخن and popels وكلمة popels اللي هي معناها بتعمل فقوعات يعني طيب كلمة kettle بقى اللي هي الغلية بيقول لي ان هي a machine الا in the kitchen في المطبخ that makes water hot بتجعل water hot بتجعل المية سخنة بتسخم المية بتغلى المية زي احنا بنقول كده يعني بقى التعريفات اللي معنا في الصفحة اللي بعدها عندي كلمة turn on اللي هي معناها يشغل وعكسها turn off وهي off هنا اقصد بيها اللي فيها اتنين اف يبقى turn off دي معناها يطفق اما turn on معناها يشغل يبقى turn on بيعرف ان اللي هو start a machine وstart يعني يبدأ start a machine معناها يشغل او يبدأ الايه المكينة او الالة بعد كده كلمة secret بيعرف لي يعني ايه secret بيقول لي ان هو something شيء ما that only you or a few people know يعني الحاجة ديت او شيء ما انت لوحدك بتكون عارفه او بعض الاشخاص قليل من الاشخاص يعني لان طالع لو الناس كلها عارفا مش هيبقى سر بعد كده technology يعني technology بيقول ان هو التكنولوجيا دي يعني اللي هي زي computers and mobile phones are examples of this يعني الكمبيوترات والتلفونات هي امثلة لهذا اخر حاجة بقى اللي هي كلمة password اللي هو قلمة السر password special word هي كلمة خاصة special يعني كلمة خاصة او كلمة خاصة يعني او مميز special word or letters هي بتكون كلمة او بتكون حروف that you write اللي انت بتكتبها before you can use a computer or website بتكتبها قبل تستخدم الكمبيوتر بتاعك طبعا فيه ناس بتبقى عاملة التليفون بتاعها بكلمة سر او رقم password يعني وفيه ناس بتبقى مثلا وانت داخل على صفحة الفيس مثلا بتاعك بيطلب منك تكتب ال password وهكذا بيعرفان التعريف التاني بقول لي هي a word هي كلمة word or numbers هي كلمة او ارقام you use انت بتستخدمها to go onto a website بتستخدمها عشان تعمل تسجيل دخول لموقع معين بديت تعريفين لكلمة password اللي هي كلمة سر password طالبا دلوقتي نشوف دروس ال reading واللسن اللي معنا هنبدأ كده بدرس القراءة واللسن اللي موجود على اللسن 5 بيديني ثلاث موضوعات number one بيقول لي how to send a text message ازاي ترسل رسالة نصية اول حاجة كده بيديني بقى الخطوات بيقول لي first اول حاجة tab the messages icon يعني اضغط على الايكونة بتاع الرسائل وكلمة tab قلنا مختلفة عن click ان tab بيكون عن طريق صبعك لكن click بيكون عن طريق الماوس tab the name of the person يعني ايه؟ يعني اضغط على اسم الشخص اللي انت عاوز تبعث له رسالة write your text message اكتب رسالتك النصية then ثم tab the send icon اضغط على ايكونة الارسالة او كلمة ارسال طيب number two ولي how to make a video call كيف تعمل مكالمة فيديو ازاي تعمل مكالمة فيديو بيقول لي هنا turn your tablet on اكيد هحتاج ان انا اشغل التابلت بتاعي وturn on ان يعني اشغل tab the name of the person اضغط على اسم الشخص tab the name of the person وبعد ما تضغط على اسم الشخص خلاص انت كده عملت له او بعدت له المكالمة الفيديو هيفتح وانت تقوم قال له ايه ساعتها تقول له ايه say hello بقولك قال له ايه hello يعني اهلا او مرحبا واخر حاجة في المضعط number three how to make a cup of tea ازاي تعمل فنجان من الشاي first اولا put some water in a kettle يعني بقول لي ضع بعض المية في الغلاية boil the water اغل المية put the hot water in a cup with a tea bag حط المية السخنة في فنجان مع كيس من الايه الشاي بعد كده take out يعني طلع بقى وخرج take out the tea bag shield وخرج كيس الشاي then ثم drink the tea وبعد كده اشرب الايه الشاي الدرس ده بقى اللي هو على lesson 6 ده مهم جدا 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 ليه بقى مستمع مهم جدا لانه اصلا من الموضعات كمان اللي بتيجي في سؤال الparagraphي الامتحانات وهو stay safe when you use technology يعني ابقى امنا عندما تستخدم التكنولوجيا اول حاجة كده بقول لي عشان تبقى في امان كده وما حدش مثلا يضرك او حاجة او تضر نفسك وانت مثلا على الانترنت او فاتح مثلا الفيسبوك بتاعك ولكم ده بقول لي اول حاجة كده keep your password secret keep your password secret يعني احتفظ او خلي الباسورد بتاعك يكون سرر ما تعرفش حد عنه خالص طيب التانية number two بقول لي هنا don't make friends with people you don't know online يعني ايه؟ يعني ما تكونش اصدقاء ما تستحبش على حد يعني مع ناس انت ما تعرفهمش عبر الانترنت طيب التانية number three don't tell people your personal information for example telephone number يعني لا تخبر الناس معلوماتك الشخصية وبقول لك على سبيل المثال رقم تلفونك مثلا ما تقولوش لحد يبقى تاني don't tell people your personal information for example telephone number four don't send photos to people you don't know برضو لا ترسل صورك ما تبعدش صور للناس اللي انت ما تعرفوش لو تلاحظ كده كل الجمل بدأ بايه؟ don't 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 والاولانية بدأ بايه؟ keep اهو ده بقى الامر اللي احنا هنشرحوه لما تيجي تدي الواحد ام يتبدأ بالفعل في المصدر زي keep وكده انت بتطلب مني اعمل حاجة يبتبدأ ب don't والمصدر وهنا بتقولي لا تفعل كذا وببدأ ب don't فقط يعني لا doesn't ولا didn't هي don't فقط وهنعرف ان ممكن استخدم بدل don't كلمة تانية اسمها never ممكن ابدأ بدل مثلا الجملة اللي ببدأ فيها بالمصدر ممكن احط قبلها always وده هشرحولك فيه بعد دروس القراءة نرجع لموضوعنا تاني ونشوف هنا بقول لي هوات don't send photos to people you don't know لا ترسل صور لناس انت ما تعرفهاش بعد كده بقول لي هنا ask for help يعني اطلب المساعدة from a parent or teacher بقى اطلب مساعدة لو انت عندك مشكلة اللي حاجة بقى اطلب المساعدة من احد والديك او ايه؟ او المدرس بتاعك النقطة اللي بعدك كده بقول لي هنا don't answer لا تجيب لا ترد a phone call or video call from someone you don't know يعني انت فتح الفيسبوك بتاعك وجالك مكالمة ما تردش جالك مكالمة فيديو ما تردش طالما المكالمات دي جالك من ناس انت ما تعرفهاش يبقى هنا بقول لي ايه؟ لا ترد على المكالمات ولا مكالمة الفيديو من شخص انت ما تعرفوش واخيرا بقول لي هنا tell a parent اخبر احد والديك or teacher او المدرس بتاعك if you are worried about something لو انت الان بخصوص شيء ما لو انت الان بخصوص حاجة حد كلمك هددك كده والان انت بخصوص الموضوع ده اخبر احد والديك او المدرس بتاعك الصفحة اللي معنا بعد كده فيها برضو درس كده بخصوص اللي هو lesson 5 الدرس الخامس وهي عبارة عن محادثة ما بين الام المام والي المام وعلي فهنا الام بتمدي على علي وبتقوله ايه؟ come here please علي come here please علي يعني تعال هنا يا علي لو سمحت من فضله فاللاقي yes mom what is it في ايه ما الامر what is it اردت له في البداية stop playing on your phone يعني بطل لعبة في التليفون بتاعك او توقف عن اللعبة في الموبايلك and listen to me واستمع لي I need you to do something انا اعوزك تعمل شيء ما اللاقي yes okay خلاص هو لا خلاص مش هلعب في النوال بتاعك حسنا what do you want me to do what do you want me to do يعني ما انت عاوزان اعمل ايه؟ ماذا تريدين مني انا افعل؟ فالمام لو الام هنا قالت له please هتبدأ تطلو من النوبة بتقوله ايه؟ go to the shop او اذهب الى المحل buy some sugar اشتر بعض السكر take it خد السكر ده to your grandmother's house خده الى منزل جدتك help her make a cake and then send me a text message when you want to come home بعد كده هتروح البيت جدتك تساعدها في عمل الكيكة وبعد كده ترسل لي رسالة نصية تعرفني ان انت عاوز ترجع البيت كده احنا قرأنا الدروس بتاعتنا دلوقتي بقى احنا هنطلع الكام نقطة اللي نستفيد منها من الايه القراءة ديت هو جزء بس بس بسيط اللي هي الكلمة اللي قدامنا ديه والكلمتين دول وهي كلمة save وكلمة save بالF وبالV save save الاختلاف save اللي بالF ديت صفة بمعنى آمن لما توصف مكان ان هو مكان آمن لما تقول لواحد مثلا this place is safe المكان ده آمن او زي مثلا ما بقول لك هنا to stay safe online to stay safe online والجملة دي بتجي في سؤال تشوز كدير keep your password sacred لكي تبقى آمنا شوف ايه هو الصفة ايه لكي تبقى آمنا عبر انترنت احتفظ بي الباسورد بتاعك او كلمة السري بتاعتك سررا طيب save اللي بالV بقى save بولي ديت احنا المستدامة كفعل بمعنى يدخر يحوش يعني فلوس او ينقذ شخص ما يبقى ينقذ حد او يوفر فلوس زي مثلا مثالين هنا ما بقولي يعني ايه يعني الرجل انقذ الطفل من الغرق وفي المثال التاني يبقى هنا نصدمناه هنا بمعنى ايه انقذ او ينقذ he saves a lot of money to buy a bike هو بيحوش بيوفر بيتدخر كثير من المال لكي يشتري دراجة الجدول بقى معنا بعد كده اللي بيجي برضو عنه حي كتير في سؤال choose هو الimportant expressions and prepositions جدول تعبيرات وحروف الجر المهمة اول حاجة بقى يركز بقى معي انا اقرأ لك الانجلش وانت كده كده قدامك التعبيرات بالعربة تقدر تقرأ put in the correct order put in the correct order put in the correct order make a cup of tea make a cup of tea make a cup of tea think about think about the rest of the rest of the rest of كلمة rest ممكن نستطيعها بمعنى راحة ولكن هنا بنستطيعها بمعنى الباقي the rest of the rest of stay safe مرتبطين او الكلمة ديات في الدرس ده مرتبطين ببعض stay safe stay safe ونجيبها لي في الامتحان stay safe وقول صح الخطأ تبقى هي stay safe stay safe بعد كده keep وبعدها اسم الحاجة اللي انت اعاوزك تحتفظ بقى keep مثلا keep keep وكذا يعني هنا هتستخدم هنا صفة ملكية صفة ملكية يبقى keep your password secret بعد كده give instructions give instructions give instructions الفكرة هنا في الفعل اللي هو give هو هجيب لي كلمة instructions ويجيب لي قبلها ما سأقول لي بقى استخدم بقى قبلها ايه بقى make give take الكلام ده يعني هجيب لي قبلها افعال كتير فانت تشوف ايه الفعل المناسب للجملة وتختاره فانت give instructions معناها يعطي تعليمات وبعد كده tab قولنا بيكون عن طريق الصابع صابع اليد tab the send icon tab the send icon say hello say hello say hello agree with agree with ده لما بتجي تقول الواحد المتطفق معاك تقوله I agree with you agree with make مرتبطة بكلمة friends make friends make friends with make friends with يعني يكون صدقات معه بعد كده اللي هي go onto a website go onto a website go onto a website بعد كده go online go online go online go online اللي معناها يتصل به الانترنت متكملين مع بعض برضه باقي التعبيرات في الصفحة التالية وهي look وبيجي بعدي look صفحة زي مولك مثلا look worried look delicious look happy وكذا ولكن هنا look interesting يعني يبدو رائعا look interesting ask for help ask for help ask for help answer هنا بمعنى مش اجابة هنا بمعنى يرد answer a phone call from answer a phone call from answer a phone call from word about من النقاط المهمة جدا في الجدول ده هي كلمة word اللي بيجي بعدها about word about الآن بشأن كذا word about easy to read easy to read take out take out make a poster برضو مهمة قوي make a poster make a poster يعني يصمم ملصقا اخر جزء بقى معانا هو جزء الجرامر البسيط جدا اللي هو بيكعن حاجة اسمها imperative طبعا ده اخر جزء معانا في فيديو النهاردة وانا نبهتك او نبهت عليك ولترك لو انت محتاج حلول الاسئلة هتلاقيني سايب لك كل الحلول في قائمة تشغيل اسفل الفيديو بتشوفه دلوقتي القائمة ديت عليها هتلاقي عليها حل لكل الاسئلة بتاع كتاب المعاصر نسخة هذا العام وبرضو قلتي لو انت معك كتاب جيم برضو هتلاقي في قائمة تشغيل خاصة بحل كتاب جيم فالله بينا كده نشوف ايه هو imperative يعني ايه صغط الامر ده لما بتجي تضي امر الواحد بتضي امر الواحد تقول له اعمل كذا يا تقول له ما تعملش كذا صح كده ده اللي هو imperative عشان كده ال imperative او صغط الامر يكون عندي نوعين امر مثبت وامر منفي ركز بها معي الامر اللي هو المثبت بيبدأ بفعل فين في المصدر فلما يحب يختبرك في الامتحان يجيب لك مثلا الجملة بدأ بفعل مضاف له اس مضاف له انجي يعني تواخد بالك ان الامر بيبدأ بمصدر الفعل زي هنا ايه keep your password secret كده انا بديك امر مثبت وبقولك اعمل كذا بقولك ايه ابقي الرقم السر بتاعك سر اه close the window هنا بقولك ايه اقفل الشباك اغلق الشباك شو بديك امره اغلق الشباك اه sit down اجلس برضو اديك امر sit down يبقى اه الامر الامر المثبت بيبدأ بالفعل في المصدر بعض الجمل اللي هي بطلب منك او الامر المثبت بعض الجمل بيجي قبلها كلمة always وكلمة always دي معناها ايه معناها دائما يبقى كلمة always ممكن استخدمها في بداية الامر المثبت always يعني مثلا اقولك ايه always keep your password secret يعني دائما ابقي رقم السر بتاعك سر يبقى تاني الامر المثبت يتبدأ بمصدر الفعل يتبدأ بكلمة always اللي هي دائما طيب الامر المنفي الامر المنفي بقى بطلب منك ما تعملش الحاجة دي في الحالة دية انت بتبدأ بdon't وبعدها الفعلة في المصدر وقلنا ما بنفعش ابدأ اللي بdon't ما بنفعش ابدأ بdidn't ولا doesn't لانه هو ممكن يجيبها لdoesn't ولا يصحح الخطأ طيب انت عارف ان الامر المنفي ببدأ بdon't ومعناها لا don't make noise طيب انت عارف انه ممكن لو جاي بعدها كلمة بادئة بحرف ساكن تقولها don من غير تي don't make noise يعني ما تعملش دوضاء don't play in the street ما تلعبش في الشارع او لا تلعب في الشارع don't go out لا تخرج برا طيب الامر المنفي ممكن ابدأ بكلمة تانية غير don't اللي هي كلمة never وكلمة never معناها ابدا بقولك ما تعملش كده ابدا زي ما قولك مثلا never play in the street لا تلعب في الشارع ابدا يبقى تاني الامر المثبت تبدأ بالمصدر او تبدأ بعد الجمل بايه ب always دائما والامر المنفي يبدأ ب don't والمصدر يبدأ برضو ب never والمصدر وبكده نكون وصلنا عن نهاية فيديو النهار اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم تكون استفدتم منه لو عجبك بقى الفيديو انزل دوس لايك للفيديو وعلق كمان بكمينت اسفل الفيديو ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة ان ترين انت تدوس على المستطيل الاحمر اللي موجود عليه علامة اشتراك او سبسكرايب بالانجليش وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك شعب الفيديوهات الفترة الخدمة اشترككم ان شاء الله على خير في القادم الفيديوهات ودمتم فصحها وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته